موسيقى مرحبا بكم الى النشرة الصحية وفيها موسيقى منظمة الصحة العالمية تؤكد ان الهند والبرازيل سجلتا اكثر من نصف عدد اصابات كورونا حول العالم خلال الاسبوع الماضي موسيقى دراسة بريطانية تكشف ان التلوث الناجم عن انبعاثات المرور يسبب اثارا خطيرة على الجهاز التنفسي لدى الاطفال موسيقى موسيقى وفي الصحية ايضا اضطرابات السمع لدى الاطفال ما هي اعراضها ومتى تتحول الى صمم موسيقى اهلا بكم قالت منظمة الصحة العالمية ان الهند والبرازيل سجلتا اكثر من نصف عدد الاصابات بوباء كورونا حول العالم في الاسبوع الماضي واكد المدير العام للمنظمة ان ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن ان يحدث في اي مكان اخر من العالم ما لم تتخذ احتياطات الصحة العامة وان اللقاحات جزء من الاجابة ولكنها ليست الحل الوحيد لافتا الا ان هناك العديد من البلدان الاخرى في جميع انحاء العالم التي تواجه وضعا صحيا هشا للغاية من جهته قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الهند رودريكو اوفرن ان ازمة كورونا في بلاده فرضت نفسها لتكون اولوية طبية وصحية اوفرن اكد ان العامل الاساس في تعزيز الازمة الحالية هو اعطاء الفيروس فرصة للانتشار بعد اعادة فتح البلاد في شهر شباط فبراير الماضي حيث لم يكن هناك الكثير من الالتزام باجراءات الوقاية واشار اوفرن الان تفشي الفيروس في الهند يختلف عن ذاك الذي وقع في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا حيث قد يكون للكثافة السكانية دور في ذلك توقعت وسائل اعلام امريكية ان تسمح الولايات المتحدة باعطاء لقاح فيزر المضاد لكورونا للاطفال الذين تبلغوا اعمارهم 12 عاما او اكثر بدءا من الاسبوع المقبل وطلبت شركة فيزر ترخيصا طارئا لاستخدام لقاحها للاطفال والمراهقين الذين تراوح اعمارهم بين 12 عاما و 15 هذا ويتوقع ان تغير ادارة الغذاء والدواء الامريكية لوائحها الخاصة بترخيص اللقاح في حالة الطوارئ تم الاعلان رسميا عن القضاء على تفشي فيروس ابولا الثاني عشر في جمهورية الكونغ الديمقراطية بعد ثلاثة اشهر من الابلاغ عن الحالة الاولى في اقليم كيفو الشمالي وافقا لمنظمة الصحة العالمية يمثل هذا الاعلان نهاية التفشي الرابع للمرض الفتاك في البلاد في اقل من ثلاث سنوات وهنأت منظمة الصحة العالمية المسؤولين والعاملين في القطاع الصحي على استجابتهم السريعة التي بنيت على تجربة البلاد السابقة في معالجة تفشي الفيروس في الخبر الاخير قبل الملف الطبي اكدت ابحاثهم في جامعة الملكة ماري في لندن ان الاطفال غير محصنين ضد التلوث الناجم عن انبعاثات المرور واشرت الابحاث الى قصور في نمو رئتي الاطفال في المناطق الملوثة حول العالم ما يجعلهم يواجهون خطر اضطرابات التنفس المزمنة والموت المبكر كما اظهرت الابحاث ان التلوث يحفز نوبات الربو والالتزامات الصدرية الان الى الملف الطبي اذا اضطرابات السماع والتي قد تصل الى الصوم الكامل لدى الاطفال هي من الاعراض الشائعة اسباب كثيرة مسؤولة عنه وتدارك اعراضه هو اولى الخطوات لتجنب تفقمه هذا تقرير لمهدي ديران هو نافذة الانسان التي يتفاعل من خلالها مع المجتمع المحيط به هو الجهاز السمعي هذا الجهاز يتعرض للاضطرابات عند الاطفال والكبار الا ان كشفها باكرا قد يساعد على تجنب عكاسات سلبية خلال نمو الطفل اضطرابات السمع لدى الاطفال يمكن كشفها من خلال تصرفات عديدة كالبكاء الشديد والامتناع عن الاكل وعدم المناغات او الانتباه الى الاصوات العالية تعود اسباب اضطرابات السمع لدى الاطفال الى عدة عوامل منها العوامل الوراثية التهابات الاظن الوسطى ومضعافاتها والتهاب السحاية والدماغ وغيرها الكثير خلال فترة الحمل فان تناول الحامل بعض انواع الادوية او تعرضها للاشعة خاصة في الاشهر الثلاثة الاولى او اصابتها ببعض الامراض كالحصبة الالمانية قد يشكل خطرا على الجهاز السمعي لدى الجنين اضافة الى الولادة العسيرة المصاحبة بازرقاق او نقص في الاكسجان لدى الطفل علاج الصمم يختلف وفق درجته وطبيعة المصاب وقد يصل الى العلاج الجراحي او زرع الطبلة يمكن تحسين درجة السمع من خلال السماعات التي تضخم الصوت لدى المريض اما فقدان السمع الحسي العصبي فهو غير قابل للشفاء وبحسب الاطباء فان اي تأخر في العلاج غير المبرر طبيا قد يؤدي الى تشمع المخاط ليصبح بذلك ضعف السمع شبه دائم ومتبعة لهذا الموضوع ينضم الينا من العاصمة التونسية تونس الاختصاصي في امراض الانف والاذن والحنجرة الدكتور محمد كمال الغربي اهلا بك عبر الصحية دكتور الغربي مرحبا بكم وتحية اليكم وإلى كل مشاهديكم اهلا بك عبر الميادين منذ معرفة الاهل بفقدان اطفالهم لحسة السمع يكون السؤال التالي ما هي اسباب حدوث ذلك في البداية دعنا نقول بعض الاحصائيات حتى نتحدث على موضوع هام وهام جدا الاحصائيات الاخيرة لمنظمة الصحة العالمية تقول وان نسبة الاعاقة السمعية لدى الاطفال هي في حدود 60 مليون في العالم من جملة تقريبا 460 مليون يحمل هذه الاعاقة وتتوقع منظمة الصحة العالمية ان يتزايد هذا العدد في حدود 900 مليون مصاب في سنة 2050 اذا هناك تحديات كبرى تواجهنا كانسانية في الاهتمام العناية بفقدان السمع او ضعف السمع او الصمم بالطبع كل عائلة تنتظر مولود هي في حاجة الى ان يكون هذا المولود معافى ومكتمل في صحته ولكن هذا يتطلب شروطا اساسية تطرح على الام الحامل وكذلك على العائلة والجهاز الطبي والفريق الطبي بالطبع كما تعلمون وان الاذن هي المسؤولة على السمع وكذلك مسؤولة على الاتزان والتوازن وفي خصوص السمع الاذن لها عدة اجزاء الجزء الخارجي الاذن الخارجية والاذن الوسطى والاذن الداخلية وهناك مرور الصوت يكون من الاذن الخارجية الى الوسطى الى الداخلية ثم منها الى العصب السمعي ومن ذلك الى الدماغ لتم تحليل تلك الاسوات وسمع الاسوات بمختلف تركيبتها وفهمها وادراكها ثم يكون للطفل ان يتفاعل مع تلك الاسوات التي يحللها الدماغ وبالتالي اي اخلال في هذا المسار هو يعطي نوع من ضعف السمع ونوع يمكن ان يتطور الى فقدان السمع والى الصمم والى الفقدان الكامل للسمع هل من عوارض او علامات معينة تظهر على الاطفال تؤكد او تشير الى انهم اصماء او انهم فاقدين للسمع المراحل العمورية مهمة جدا في التعاطي مع ضعف السمع او فقدان السمع لدى الاطفال باعتبار وان الرضع لا بد من الاهتمام اليهم كثيرا لكشف عن فقدان السمع او نقص السمع من اذن واحدة او من كلا الاذنين وبالتالي على الفريق الطبي ان يقوم بعملية مسح السمعي لكل مولود جديد وعديد من الدول الآن بصدد القيام بهذه الاستراتيجية في الكشف عن الاعاقات السمعية او فقدان السمع منذ الولادة وهذا يتطلب مجهود كبير واستثمار في صحة الانسان لدى هذه الدول وبالتالي هذا الفقدان يمكن ان يتم كشفه عند الولادة وكذلك يمكن ان يتم كشفه من طرف الام والوالدين باعتبار ان الطفل لا يتفاعل مع المحيط لا ينزعج من الاصوات ومن الظوضاء لا يتكلم في السنة الاولى باعتبار ان السنة الاولى هي محطة اهامة للكلام وانتم تعلمون وان من لا يسمع لا يمكن له ان يتكلم اذا هناك حلقة مترابطة بين السمع وبين الكلام وبالتالي تكون هذه الفترة فترة ما بعد الولادة فترة هامة للكشف عن نقص او فقدان السمع حتى يمكن معالجتها معالجة حينية ومبكرة طيب دكتور الغربي كل الاطباء يقولون كلما كان الكشف عن الاعاقة المبكرة بالصم يكون العلاج افضل للطفل اولا هل هذا الكلام صحيح وان كان صحيحا لماذا فعلا الكشف المبكر لفقدان السمع هو مهم جدا في العناية وفي تأهيل الرضيع والطفل لارجاع السمع وبالتالي كل المهارات الممكن ان يطلقها الطفل في نموه الطبيعي وبالتالي من الضروري ان تنتبه الام الحامل في البداية حتى نكون من البداية نسعى الى توعية الناس والمشاهدين الى هذا الامر ان الام الحاملة هي مسؤولة عن سمع ابنها وذلك بعدم اتخاذ الادوية او ما يسمى بالمداوات الذاتية لان هناك بعض الادوية التي تؤثر على حاسة السمع كذلك تعرضها لبعض الجرثومات او بعض الوسائل او بعض الاشعة يمكن ان تؤدي بها الى فقدان السمع للراضيع كذلك تعرض الراضيع اثناء الولادة الى الاختناق الولادي نقص الاكسجان بالنسبة للراضيع للمولود الجديد او اليرقان وهو الاسفرار الشديد يمكن ان يعرض كذلك الطفل الى فقدان السمع اذا هناك عناية ما قبل الولادة وعناية اثناء الولادة وهناك عناية ما بعد الولادة واي تأخر في هذه العناية ستحدث عنها استمرار فقدان السمع وبالتالي تأثير على الكلام على التواصل مع المحيط تأثير على الانخراط في العائلة وفي المجتمع والادماج الاجتماعي دكتور الغربي هل هناك ما ثبت طبيا ان هناك اسباب وراثية لضعف السمع او الاعاقة السمعية فعلا تقريبا ثلاثين في المئة من الاعاقات السمعية عند الولادة هي ناتجة عن زواج للأقارب ثلاثين في المئة ولذلك من المنصوحي به وان زواج الأقارب تقع عملية نصح جيني او نوع من المشهورة الوراثية قبل اتخاذ القرار بالزواج لانه فيه اشكالية وانه ممكن يكون سبب من اسباب وجود فقدان السمع عند المولود وبالتالي هاتي الامراض الوراثية يمكن ان تكون امراض خاصة بالاذن يعني هناك صمم منفرد ويمكن ان يكون هذا الصمم في اطار متلازمة صحية فيها نوع من التأخر الذهني او بعض المشاكل النفسية مثل التوحد اذا يمكن الموضوع اكثر تعقيد اما الصمم وهو الفقدان التام والعميق للسمع فانه يمكن معالجته اذا كان تم عناية به في اقرب الاوقات قبل سنة اذا تم العناية به قبل سنة واتخاذ التدابير الصحية المناسبة يمكن ان نحدث نوع من التوازن للمولود وبالتالي ندمجه في المدارس العادية وكذلك في محيطه العائلي والاجتماعي ما هي الاجراءات التي يمكن اتباعها لتقليل فقدان السمع لدى الاطفال هل هناك اجراءات معينة تخفف من هذه الحالة ليس بالمقابل ان يكون حل كل المشكلة هذا يتطلب سنوات واجراءات طبية اخرى ولكن في المرحلة الانية لفقدان الطفل لسمعه سأجيبك عن هذا بعد ان اشير الى ان الفقدان السمع الذي تعرضنا له فقدان السمع للرضع ولكن فقدان السمع للاطفال ما بعد مرحلة الرضع فذلك عنده العديد من الاسباب واكثرها هي الاسباب الامراض الجهاز التنفسي العلوي الامراض التي تصيب الانف والحلق يمكن ان تؤثر على الاذن الوسطى وبالتالي تتراكم فيها السوائل والالتهابات يمكن ان يكون هناك التهاب مزمن في الاذن الوسطى او التهابات مخاطية مصلية داخل الاذن الوسطى وبالتالي يتسبب في ثقب في الطابلة او التهاب في الاذن الداخلية وبالتالي يكون احد الاسباب الكبرى لنقص السمع وممكن ان يتطور هذا النقص الى فقدان كامل للسمع تعلمون جيدا وان فقدان السمع له اربع درجات الدرجة الخفيفة وهي يمكن قيسها بنقص 35 ديسيبال والنقص المتوسط هو في حدود بين 35 و 50 ديسيبال وبين 50 و 70 ديسيبال يكون نقص شديد وبعد ذلك يصبح نقص 90 فاكثر هو نقص عميق وهذا ما نسميه بالصمم اذا هذا بالنسبة للاطفال ما بعد الرضاعة الى حدود ستة سنوات نظرا لكثرة الالتهابات الفيروسية التي تصيب الاطفال في عمر ما قبل الدراسة بالنسبة للتدابير التي يمكن مساعدة فيها الطفل على ان يكون طفلا عاديا اول شيء لابد من الكشف المبكر للفقدان السمع وللصمم هذا سيتم عبر المسح الدوري للاطفال المولودين الجدد من خلال آلة صغيرة توضعه داخل الأذن تسمى بالمسبار يتم إرسال بعض الموجات الصوتية وهي ثم يمكن التقاط موجات رد صدا إذا كان الأذن تسمع إذا لم تكن هناك رد صدا فإن الأذن لا تسمع ولا بد من إعادة الاختبار شهر بعد ذلك للتيقن من عدم وجود سمع ثم في ستة أشهر يتم القيام بقيس للسمع يكون يحدد بالضبط أين هو المشكل ثم إذا تبين وأن هناك خلل على مستوى العصب الحسي السمعي فإنه في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى المساعدات السمعية هذه المساعدات السمعية على جهتين الجهة الأولى هي المساعدة أو المعينات السمعية التي يمكن وضعها على الأذن أو داخل القناة السمعية وستساعد الطفل في الاستماع إلى الأصوات وفهمها وإدراكها والتصرف بمقتضاها وفي بعض الأحيان يكون هناك خلل كعميق للعصب الحسي السمعي وبالتالي هنا نحن بصدد زراعة القوقعة وهذه الزراعة تتطلب مجهودا كبيرا جراحيا ثم بعد ذلك العناية من طرف فريق متكامل فيه أطباء نفسيين وفيه كذلك مختصين في تقويم النطق وتأهيل وظيفي ويمكن فيه ظرف عامين بعد الجراحة يمكن أن نصل إلى نتائج طيبة ونتائج تجعل من الطفل يستعيد كل إمكانياته السمعية وبالتالي إمكانياته في التعلم وفي الكلام وفي الإدماج الاجتماعي والدراسي دكتور غربي هل هناك من إحصاءات معينة تشير إلى أن من كان فاقدا لسمعه عند صغره عند كباره بات يسمع هل هناك من نسب معينة هل هذه الحالات موجودة يعني من كان يفتقد للسمع وهو صغير بات يسمع عندما أصبح كبيرا هو في الحقيقة فرحة عودة السمع هي يمكن أن نراها لدى المولود عندما يتم زرع القوقعة يكون في صمت رهيب لا يستمع إلى صوت أمه وإلى أصوات المحيطين وعندما نزرع له القوقعة ويبدأ في التفطن إلى وجود صوت جديد ينطلق بالضحك وبالتفاعل مع المحيطين وتلك هي فرحة لدى المولود ولدى الوالدين إذن رجوع السمع بعد زرعة القوقعة هو يكون في أغلب الحالات موجود ولكن عودة الصوت لا يعني وأن الفهم وإدراك مجمل الأصوات هي من الأول هذا يتطلب عناية ومساعدة وتأهيل مستمر من العائلة ومن كذلك الفريق الطبي لمساعدة الطفل على استعادة فهم الأصوات وربطها بالصور التي يراها والآن نحن أمام ثورة رقمية كبيرة جدا تجعل من اللقطات والبرمجيات الموجودة في السماعات المعينات السمعية أو في القوقعة ما تجعل إمكانيات كبرى لاستعادة السمع ولذلك أبشر جملة المشاهدين وأن ليس هناك يأس مع فقدان السمع ولابد من الاهتمام بهذه الحاسة الهامة التي منحها يانا الله سبحانه وتعالى دكتور غربي بحسب دراسة طبية يعد ضعف السمع شائعا نسبيا بين الأطفال حيث تعاني نسبة تصل إلى نحو 1.9% من الأطفال من مشكلة في السمع وأن طفلا واحدا من كل ألف لديهم ضعف دائم في السمع السؤال هل ضعف السمع يمكن أن يصيب الأطفال والشباب والشيوخ وأي فئة عمرية أتحدث هنا طبيا هي الأكثر عرضة لفقدان السمع فعلا فقدان السمع أو ضعف السمع يمكن أن يكون في كل الشرائح العمرية ولكن شريحة الأطفال وشريحة الشيوخ هم الأكثر المهددون بهذا النقص باعتبار كما كنت أقول أن هناك فقدان السمع وراثي عند الولادة وهناك كذلك فقدان السمع يمكن أن يكون نتيجة الالتهابات للجهاز التنفس العلوي عند الأطفال وهو شائع عند الأطفال هذه الأمراض التنفسية الفيروسية بالنسبة لبقية الشرائح العمرية يمكن أن يتعرض الإنسان إلى نقص في السمع نتيجة الالتهابات كذلك في الأذن الوسطى مزمنة يمكن أن تؤدي إلى ثقب في الطبلة إلى ضرر بعضيمات الأذن الوسطى أو حتى بالأذن الداخلية كذلك حوادث السير يمكن أن تؤدي إلى فقدان للسمع مفاجأ أو مستمر كل هذه الأسباب كذلك الظوضاء الظوضاء والأصوات العالية مع تطور الأسليب التكنولوجية الآن ومع استعمال السماعات وكل هذه الوسائل الإلكترونية هي تؤثر على الخلايا الشعرية للأذن الداخلية وبالتالي يمكن أن تحطم هذه الشعيرات داخل هذه الخلايا وتسبب في فقدان للسمع ولذلك لابد من الاستثمار في الرأس مال السمعي الذي نملكه ونحطات أكثر فأكثر تجاه الأصوات والضوضاء في محيطنا الخارجي نعم الدكتور محمد كمال الغربي الاختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك إلى هنا وتنتهي الصحية شكرا إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة